لا لبنان الكبير ليس في خطر لكنه في خطر دائم لسبب زهنياتنا اللبنانية ولا يوجد أي خيار آخر غير لبنان الكبير في جغرافيته الكاملة 10,052 كم ربع وكل سكان لبنان من كل المناطق في تاريخ شمولي واندماجي ولكن المعضل الكبرى وقلتها الآن إعلان دولة لبنان الكبير يعني منذ اتفاقية القاهرة في 1969 لبنان لم يعد دولة صاحبة السيادة 1969 اتفاق القاهرة تنازل عن السيادة لصالح الكوة الفلسطينية المسلحة وكان كل تدعيات اتفاقية القاهرة حروب لبنان 75 90 ثم الوجود السورية او الاحتلال السوري في لبنان ثم الرعاية السورية شما بتريد وثم باتفاقية قاهرة متجددة متجددة في 6 شباط 2006 كمان ضربنا السيادة اللبنانية لأهداف شخصية في الحوار الوطني في لبنان انتهى شو يعني؟ يعني ما بقى نعمل حوارات كيانية في الكيان اللبناني الكيان اللبناني منه مجل للحوار لأنه جربوا يعملوا حوار حول الحياد انا كين موقف كتير واضح وقلتا انا ليس الحوار في لبنان كما كان يكون ملحم شاول مرحوم ملحم شاول رياضة موسمية ما بنعمل حوار عن دفاقية الطائف ما بنعمل حوار عن دولة لبنان الكبير ما بنعمل حوار عن حياد لبنان اذا ما تريد ايه بنعمل حوار هنشوف كيف ننفذ الحياد تخطينا القانون وهنا هون ما اخذي على بعض السجلات انه عم يدرسوا موضوع التمديد للكادة عسكريين وامنيين انطلاقا من قانون الموظفين مخجل 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 عم بتعالج حالة حرب بالمنطق عم بتعالج قضية الجيش عم بتعالج قضية وحدة لبنان انطلاقا من قانون الموظفين انا اكيد اقدر قانون الموظفين لكن احنا في حالة حرب اكليمية رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وقائد القوات المسلحة هيده 149 عم بتغير بقائد الجيش بفترة لبنان في حالة حرب اكليمية وتهديد في المنطقة لا هيده تسخيف تسخيف لموضوع الامن موضوع الجيش موضوع الدولة وبالفعل مجلس النيادي من خلال هذا القانون عمل انتفاضة ديمقراطية خلاصية وطنية للبنان كتير مهمة نأمل ان يمتد ذلك الى اتخاذ رئيس الجمهورية في أكرا باك